أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي أهلا بيكم وحلقة جديدة من مادة علوم تحت رعاية وإشاف وزارة التربية والتعليم في الحلقة دي النهاردة هنتعرف على آخر درس في وحدتنا اللي بتتكلم عن الطاقة وهنعرف صورة جديدة من صورة الطاقة وهي الطاقة الحرارية ونفكركم إن إحنا في الحلقات اللي فاتت اتعرفنا يعني إيه طاقة وعرفنا قانون بقاء الطاقة وعرفت إن أنا ممكن أحول الطاقة من صورة إلى أخرى وتعرفنا مع بعض يا سنة أولى إزاي الإنسان قدر يستغل مصادر الطاقة بكل أنواعها عشان ينتج منها صور طاقة مختلفة يتسهل علينا حياتنا تعالوا بقى النهاردة كمان نتعرف على الطاقة الحرارية الإنسان يستخدمها إزاي واستغلها إزاي لصالحه يلا بينا زي ما قلنا يا شباب إن إحنا هنتكلم إن شاء الله نهضع عن الطاقة الحرارية آخر درس في وحدتنا وحدة الطاقة وطبعا كلنا عارفين إن بداية تعامل الإنسان مع الطاقة الحرارية كانت لما اكتشف النار ولما اكتشف النار قدر يستخدمها في حاجات كتير فكان دايما هدف هو إزاي يحصل على الطاقة الحرارية فتعالوا كده نتعرف مع بعض إزاي ممكن بأنشطة بسيطة وتجارب بسيطة نحصل على الطاقة الحرارية تعالوا مع بعض كده نشوف أول نشاط النشاط بتاعنا الأدوات بتاعته بسيطة جدا هي حاجة واحدة بس بقى موجودة مع معظم بالذات الشباب والولاد يعني والبنات كمان دراجة هنجيب دراجة زي ما احنا شايفين يا سنة أولى على الشاشة وهنقلبها بعد ما نقلبها هندور البدال بقوة وبعد ما سيبه طبعا العجلة تدور فترة كبيرة أروح موقفة الفرامل فجأة وبرضو بقوة بعد ما يحصل كده والإطار يقف أبتدي ألمس بإيدي الإطار وألمس كمان الفرامل تعالوا نشوف التجربة البسيطة دي إحنا هنلاحظ إيه هتفكروا هنلاحظ إيه لما نحط إدينا على الإطار وعلى الدراجة الفرامل بتاعتها هنلاحظ سخونة الإطار طبعا السخونة دي مش معنى أنه هو سخن قوي قوي لأ السخن اللي هو دفء كده أو أكتر من الدفء بشوية طب يطر الحرارة دي أو الطاقة الحرارية دي جات منين قال لي آه نتيجة إن أنا لما دورت البدال وقفته فجأة في الفرامل حصل احتكاك مباشر ما بين الفرامل وبين إطار الدراجة اللي احتكاك ده عمل إيه رفع درجة حرارة إلي 2 طيب هو أساسا اللي حصل في الأول إيه إن أنا لما خليت العجلة والبدال يدور دي كده تسميها طاقة حرقية صحة كده يا شباب وطبعا إحنا خلاص بقى كبرنا عن مرحلة التدائية واعتعرفت إن الطاقة ما فيش حاجة اسمها طاقة حرقية لوحدها لكن هي في الأصل تبقى طاقة ميكانيكية اللي هي بنعبر عنها بمجموعة طاقة طاقة الوحدة والحرقة يبقى هنا لما عملت احتكاك ما بين الدراجة والإطار حصل إيه حولت الطاقة الميكانيكية أو الحرقية حرقة البدال دي أو حرقة الإطار وبالاحتكاك حولها لي لطاقة حرارية يبقى إحنا هنا نستنتج في التجربة دي يا شباب نستنتج إن بالاحتكاك بيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية طب يا ترى في حياتنا اليومية ممكن ألاقي تطبيقات بتتعامل مع الاحتكاك ده تعالوا شوف كده أول تطبيق كلنا احنا خلاصة ههو فصل الشتاء بدأ وبالذات في شهر يناير وفبراير بنحس ببرودة شديدة لو أنت خرج مشوار الصبح أو راجع مثلا بيت مشوار بالليل بيبقى الجو برد فإحنا علشان نشعر بالدفق بتلاقينا بشكل طبيعي كده أو لا إرادة بنعمل إيه بنعمل زي الفيديو اللي قدامنا ده الولد بيعمل إيه بيحك إيده والإثنين بيحصل احتكاك ما بين إيدين لإثنين نتيجة الاحتكاك دي يا سنة ولا بيحصل إيه برافو عليكم إيدينا بتسخن شوية فبحس بقى بالإيه بالدفق ده بيعوضني شوية عن البرودة اللي إحنا حسينها من برودة الجو أو من خفات درجة الحرارة يبقى هنا في الحركة دي احتكاك اليدين في الاحتكاك هنا حول إيه أو حصل إيه حول الطاقة الميكانيكية أهي إيه دي بتتحرك أهي لطاقة حرارية تعالوا نشوف كمان مثال آه شايفيني المثال ده عود الثقاب وبنعمل إيه وبنشعله إحنا بنشعله إزاي كلنا عندنا علبة الكابريت الموجودة في البيت بيجيب عود الثقاب يا سنة أولى وبنعمل احتكاك للعود بالعلبة بالجزء بيبقى سطح خشن فنتيجة للاحتكاك ما بين العود وصطح الخشن ده بيحصل إيه برافو عليكم بيشتعل عود الثقاب وطبعا الاشتعال يعني حرارة يعني طاقة حرارية يبقى أنا هنا برضو بالاحتكاك حولت الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية آخر مثال معنا إزاي ما إحنا شايفين يا شباب من تطبيقات الحياتية اللي إحنا بنشوفها في حياتنا اليومية بشكل كبير المطرقة والمصمار زي إحنا شايفين المطرقة دي بدان بها إيه بنترك على المصمار علشان يتسبت في اللوح الخشب اللي قدامنا نتيجة للطرق ده لو أنت جيت لمست المصمار هتلاقيه بدأ يحس شعور بالإيه بالدفء أو بالسخونة إيه اللي حصل الطرق ده نوع من أنواع الاحتكاك برضو فحولي الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية ولو جيت بقى بالنحية الثانية من المطرقة حاولت تطلع المصمار من اللوح الخشبي بعد ما تقعد تضغط عليه كده واتطلعه أو ده بيحصل برضو احتكاك ما بين سطح المصمار المعدني وسطح المطرقة المعدني فنتيجة للاحتكاك ده بلاقي إن المصمار برضو بيحصل له إيه بيسخن أو بترتفع حرارته فكل دي أمثلة وتطبيقات على إيه شباب إن إحنا عملية الاحتكاك أي سطحين لما بيحتكوا ببعض وخصوص لو في منهم سطح خشن بيحصل إيه بتتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية يبقى دي طريقة من الطرق البسيطة جدا اللي ممكن نحصل منها على الطاقة الحرارية تعالوا كمان نعمل تجربة تانية وبسيطة برضو هنستخدم إيه لأدوات في التجربة دي حتى نقولها هنجيب برطمان بلاستيك ومعانا ترمومتر مقوي وقرات معدنية صغيرة كلها حجمها متماثل عشان مبقاش فيه تأثير لأي حاجة في التجربة بتاعتنا دي خلينا نتفق أي تجربة فيها طاقة حرارية لازم يكون معانا ترمومتر مقوي في أي تجربة بعد كده شرط أساسي الترمومتر مقوي ليه علشان يقيس درجة الحرارة وده اللي هنتعرف عليه بعد شوية طيب هنعمل إيه في البرطمان هنحط الكرات المعدنية جوة البرطمان وقيس بالترمومتر المقوي ده درجة الحرارة أنا هنا كده ما أثرتش على أي حاجة فغالبا هتبقى درجة حرارة الجو اللي هي الغرفة اللي إحنا فيها يعني بتكون غالبا من 20 إلى 25 درجة طيب وبعد كده نعمل إيه تعالوا بقى نشوف فيديو معنا هم باك المعرفة وشو هنعمل إيه في البرطمان والقرات المعدنية بعد رجل برطمان مرات عديدة وقياس درجة الحرارة مرة أخرى نجد أن درجة حرارة القرات قد ارتفعت السؤال هنا لماذا حدث هذا؟ هيا ننظر عن قرب إلى البرطمان فمع دوران القرات فهي تصطدم مع بعضها تصطدم القرات مع بعضها ومع جدران البرطمان يؤدي كل من حركة الجسيمات التي هي عبارة عن طاقة حركة وكذلك سرعتها واحتكاك الجسيمات ببعضها إلى ارتفاع درجة حرارة الجسيمات تسبب حركة الجسيمات واحتكاكها ببعضها إلى ارتفاع درجة الحرارة زي ما شفنا شباب في التجربة دي نتيجة الرج الكرات المعدنية لعدة دقائق أو لفترة قد تكون مثلا عشر دقائق ولا حاجة وإسنا تاني ترمومتر لقينا أن درجة الحرارة تغيرت وطبعا ارتفعت ولا انخفضت؟ لا طبعا ارتفعت لأعلى فإيه اللي حصل هنا؟ ممكن نستنتجه نستنتجه أن حركة الأجسام واحتكاكها ببعض هي الأجسام اللي يكلم عنها في التجربة؟ الكرات المعدنية واحتكاك الكور نتيجة الرج البرطمان بشكل كبير واحتكاك الكرات ببعضها بس ولا في حاجة تانية؟ لا والكرات كمان وهي بتتحرك جوه البرطمان بالرج ده بتحتك بسطح ايه؟ أو بجدار البرطمان كمان كل الحركات دي زودت سرعة الكرات فرفعت طاقة حرارتها لأن احنا فاكرين لما كنا منتكلم عن طاقة الحركة وعرفنا أن السرعة من العوامل اللي بتأثر على طاقة الحركة فنتيجة للسرعة والحركة دي للقرات رفعت درجة حرارتها وده برضو مثال تاني إن الاحتكاك بتاع الأجسام وطاقة حركة الأجسام ما بتتحرك بترفع درجة ايه؟ حركتها تمام؟ طب وكمان ممكن نستندج ايه تاني إن في علاقة بين درجة الحرارة يا شباب وعلاقة طردية مع السرعة وطاقة الحركة بمعنى إن أنا كل ما الجسم يتحرك بسرعة أكبر كل ما طاقة حركته بتزيد ونتيجة للاتنين دول درجة الحرارة بترتفع فكده علاقة تضايما بين سرعة الجسم وطاقة الحركة وكمان ما بين درجة الحرارة وطاقة الحركة وأبسط مثال على كده إنت لو نزلت في الملعب ولا حاجة بتجري بعد فترة نتيجة للجري والحركة دي إنت نفسك هتحس بسخونة إن الجسم كده سخن ودرجة حرارتك ارتفعت دليل إن طاقة الحركة لما بتزيد وسرعة الجسم لما بتزيد بتزود درجة الحرارة يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنحصل على ايه على الطاقة الحرارية تب سؤال بقى هل الطاقة الحرارية دي ممكن تنتقل من جسم الى اخر اه ممكن تنتقل تب تنتقل ازاي عشان نعرف الموضوع دوت تعالوا مع بعض كده نعمل برضو تجربة بسيطة جدا ايه التجربة دي يا شباب تشوف كده مع بعض على الشاشة هنجيب كوب بلاستيك فيه ماء صنبول ماء صنبول هو ماء الحنفية او اي ماء بارد وزي ما انتفقنا الترمومتر المعوي هيكون معانا طول الحلقة وهنقيس بيه الترمومتر درجة حرارة الكوب دوت هنلاحظ ايه هنلاحظ ان درجة حرارة الكوب هتبقى عشرين درجة مقوية هي حرارة الغرفة طب و ايه كمان وهجيب قطعة معدنية او صمولة مربوطة بخيط زي ما احنا شايفين على الشاشة وهنجيب كمان معانا كأس بيه ماء مغلي لو تفتكروا معايا كمية مغلي جاي من درجة ايه من درجة الغليان اللي احنا خدناها في الوحدة الاولى وعرفنا ساعتها يا شباب ده ماء مغلي درجة غلال المية ترى كام ها مش محتاجة حتى ايه ساب الترمومتر يعني بس نتأكد برضو طبعا درجة حرارتها مية درجة مقوية طب هنعمل ايه بكل الادوات دي يا شباب؟ تعالوا نشوف كده اول حاجة هجيب الكوب زي ما اتفقنا اللي هو البارد اللي فيه ماء بارد هقيس درجة الحرارة هتطلع الحرارة كام؟ هتطلع الحرارة عشرين درجة مقوية لو تلاحظوا يا شباب شايفين الوحدة القياس دي او لو نتكلم عن درجات الحرارة لازم بقى فيه دايرة كده والميم اللي هي المقوية دي كده وحدة القياس درجات الحرارة ودي بنشوفها فين؟ بنشوفها حاجة كتير قوي زي مثلا حرارة التقص بر طيب والكوب التاني كوب مغلي تمام؟ هنضع تاني خطوة هنضع الكتعة المعدنية جوه الكوب الماء المغلي ونسيبه عدة دقائق ليه عشان يتأكد ان الحرارة الكتعة المعدنية خدت نفس حرارة المية طيب يا طرى الماء المغلي درجة الحرارة كام؟ لسه إليه من شوية؟ طبعا 100 درجة مقوية طيب وبعدين يا ميس هنعمل ايه؟ الخطوة الثالثة بقى هننقل الكتعة المعدنية دي شباب جوه كوب الماء البارد وننتظر فترة وبرده نستخدم الترمومتر لتالت مرة ونقيس درجة الحرارة تتوقع درجة الحرارة بقى كام؟ الماء البارد كان 20 والماء المغلي كان 100 يطر السامولة او القطعة المعدنية هتاخد اني حرارة واحد فيهم تيجي كده نشوف لما نقسم الترمومتر هنلاقي يا شباب ان درجة حرارة 25 درجة مقوية الغريب في الدرجة دي ايه؟ ان لا هي خدت درجة حرارة الماء البارد العشرين ولا هي خدت درجة حرارة الماء المغلي 100 درجة مقوية هي اكتر من حرارة الماء البارد واقل من حرارة الماء المغلي تاب ليه اللي حصل في الموضوع دوت يبقى احنا هنا في الملاحظة بتاعتنا لو هنكتبها في تجربة بنقول ان درجة حرارة الماء عند وضع القضاء المعدنية سنة أولى الساخنة أكبر من درجة الماء البارد وأقل من درجة الماء المغني تاب ليه قال لي علشان حصل ايه يا شباب علشان حصل انتقال للطاقة الحرارية تاب انتقلت ازاي لما قالك لما جسمين مختلفين في درجة الحرارة يتلامس مع بعض درجة الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل ده قانون كده وبعدين ويفضلوا كده هم لامسين بعض تنتقل الحرارة تنتقل الحرارة من أعلى إلى الأقل لحد ما الاتنين يتساوي في درجة الحرارة وكون درجة حرارتهم ايه أقل من الجسم الساخن وأكتر من الجسم البارد إلى حد الماء علشان كده تلاحظوا ان القطع المعدنية بقت 25 هي أعلى شوية من الماء البارد لكن أقل طبعا من الماء المغني يا شباب وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي بتنتقل الطاقة الحرارة بتنتقل ازاي القانون بتاعها لازم يكون عندي جسم أعلى في الحرارة وجسم أقل في الحرارة أو جسم ساخن وجسم ايه جسم بارد طبعا كده ممكن أعرف مفهوم الطاقة الحرارة اللي احنا عمين نتكلم عليه من أول الحلقة طبعا احنا كلنا متفقيني الطاقة الحرارة دي سنقولها صورة من صور الطاقة زيها زي الطاقة الحرارية والطاقة الكيميائية والطاقة القهربية صورة من صور الطاقة ما لها الصورة دي بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل يبقى ده أول مفهوم معنا في الحلقة دي نخلي بنا كويس ونشمت حاجين نحفظه أنا خلاص عارف أن الطاقة الحرارية صورة من صور الطاقة طب بتنتقل إزاي من الأعلى للأقل خلاص خلص المفهوم وخلص التعايف تاني يا شباب الطاقة الحرارية صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل في درجة الحرارة طب هم قال إيه درجة الحرارة يا مس طب هو فيه فرق ما بين الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة أيها طبعا تخيل كده لو أنا قلت لك أنا مسكت كباية شاي وسكت تمام كباية الشاي دي ممكن تكون بردة ممكن تكون سخنة صحة والغلط ممكن يكون عايز تيل لو الشاي متالج فأنا لازم أقول لك مين الجسم الساخن ومين الجسم البارد أو مين الأعلى في الحرارة ومين الأقل عشان تقدر تقول لي بناء عليه اللي الحرارة تنتقل من اللي فين يبقى أنا لازم عشان أعرف طريقة انتقال الحرارة لازم أعرف درجة حرارة الأجسام تبقى إيه درجة الحرارة وده تاني مفهوم معنا يا شباب أو زي ما احنا شايفين في الصورة دايما الحرارة بتنتقل من مين من الجسم الساخن إلى البارد الأعلى إلى الأقل تعالوا بقى نعرف مع بعض درجة الحرارة الحالة الحرارية للجسم التي يتوقف عليها يتوقف عليها ايه اتجاه انتقال الحرارة انت بس تعرفني مين الساخن ومين البارد مين الأعلى ومين الأقل هقول لك على طول الحرارة تنتقل منين لفين هي دي درجة الحرارة ودي أهميتها يبقى تاني درجة الحرارة سنقول الحالة الحرارية للجسم التي يتوقف عليها اتجاه انتقال الحرارة منه أو إليه طب ده بيحصل إمتى عند ملامسه الجسم آخر أيوة لازم الجسم يلمس جسم تاني مختلف عنه في الحرارة عشان تنتقل الحرارة كده احنا خدنا المفهومين أو زي ما احنا شايفين ساخن وبارد الحرارة تنتقل منين لفين من الساخن للبارد ولا من البارد للساخن تعالوا نشوف الساخن كده طبعا من الساخن للبارد طب تعالوا شوف مع بعض النقطة دي بيقول لي ما زي حدث عنده تلامس قطعة حديد درجة حرارتها 80 مع قطعة درجة حرارتها 40 هو مش بس قال لي انه فيه قطعتين لمصوا بعض لا ده بيقول لي كمان خلي بالك ده درجة حرارة ده كزا ودرجة حرارت كزا أقول له حلو قوي كويس جدا انت بدا ما قلت لي درجات الحرارة أقدر أعرف الحرارة هتنتقل إزاي زي ما إحنا شايفين في السورة يا شباب دي عملة معدنية اللي هي الربع جنيه 25 قرش واحد فيهم 80 وواحد تاني يحرارته 40 طيب يعتار الحرارة هتنتقل إزاي هتنتقل طبعا من الأعلى للأقل من الأعلى 80 من الأقل الأربعين يبقوله في الحالة زي تنتقل الحرارة من قدر الحديد الأعلى في الحرارة بين قصين كده اللي هي 80 درجة مأوية إيه لقطة الحديد الأقل في الحرارة بينك وسين اللي هي درجة 40 مقوي بقى احنا كده عارفنا ازاي بتنتقل الحرارة طيب فيه نقطة بقى طيب يا ميس هو انا ممكن جسمين متساويين في الحرارة يتلامسوا مع بعض ساعتها تنتقل الحرارة تعالوا نشوف كده مع بعض اهو ايه اللي هيحصل لو حصل تلمس لجسمين متساويين في الحرارة نفس العملتين اللي كانوا معنا بس اللي اتنين حرارتهم 40 طيب وبعدين هتنتقل من العملة الاولى للتانية ولا امتانية الاولى انا كده مطلغبة ما الاتنين قد بعد قالك في الحالة دي فرق الحرارة بينهم كام 40 نقص 40 صفر بده ما فيش فرق في درجة الحرارة يبقى لن تنتقل الحرارة بينهما يبقى دايما نبقى عارفين يا شباب ان الحرارة لما بيكون الجسمين مختلفين في الحرارة تنتقل طيب لو متساويين في الحرارة لا تنتقل تمام كده احنا اتكلمنا عن الطاقة الحرارية ودرجة الحرارة تعالوا بقى مع بعض كده نحل اسئلة من بنك المعرفة المصري على الويد بورد علشان نأكد على معلوماتنا يلا بينا يلا بينا بقى سنقولة نحل مع بعض اسئلة من بنك المعرفة المصري علشان نأكد على معلوماتنا ونرجع اللي احنا خدنا النهار ده معانا اول سؤال اكمل ما ياتي تنتقل الحرارة من الجسم ايه نقط في درجة الحرارة الى الجسم نقط في درجة الحرارة احنا كنا بنتكلم عن كيفية انتقال الحرارة واتفقنا مع بعض يا شباب ان لازم عشان تنتقل الحرارة لازم يكون الجسمين مختلفين بدلا مختلفين يبقى اكيد فيه جسم ايه اعلى في الحرارة وجسم اقل واتفقنا ان الحرارة بتنتقل من ايه لفين من الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل يبقى الجيبة بتاعتنا هتكون الجسم الاعلى في درجة الحرارة الى الجسم الاقل وما تنسوش ان انا طيب لو صادف ان انا جسمين تلامسوا والتنين حرارتهم واحدة زي ما كنا بنتكلم من شوية يبقى لو جسمين متسويين في درجة الحرارة يبقى أكيد لن تنتقل الحرارة لأن الفرق في الحرارة ما بينهم بتبقى صفر وبأكد عليكم يا شباب إن إحنا أما تكلمنا عن الطاقة الحرارية خدنا معها مفهوم تاني هو درجة الحرارة اللي إحنا بنتكلم عنهم والتنين في فرق ما بين مفهومهم نخلي بنا كويس قوي الطاقة الحرارية إحنا قلنا مفهومها إيه؟ صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى في الحرارة إلى الجسم الأقل لكن درجة الحرارة حالة حرارية حالة حرارية بيتوقف عليها اتجاه ان تقالي الحرارة من الجسم الأعلى إلى الأقل منه أو إليه يعني هي درجة الحرارة دي أنا من غيرها معرفش الحرارة هتنتقل من إيه لفين هنتقل من الجسم إيه للجسم بيه ولا العكس من بيه لإيه ولا مش هتنتقل خالصة وليه نتسوي في الحرارة يبقى نخلي بنا كويس قوي من النقاط دي شوف السؤال اللي بعده اختر علامة صح او خطأ طبعا انا هزود عليها مع التعليل ترتفع درجة حرارة الجسيمات عندما ترتفع طاقة الوضع غريبة اول كلمة طاقة الوضع في درسنا وفي حلقتنا النهاردة صح او الغلط احنا طول الحلقة بمعملين نقول ايه طاقة حرارية طاقة ميكانيكية طاقة حرقية ما جب ناس سيرة خالص طاقة الوضع طب تعالي نرجع كده الاول السؤال ترتفع درجة حرارة الجسيمات ايه الجسيمات دي فاكريني التجربة بتاعة الكرات المعدنية ما دي تعتبر جسيمات لما حطناه برطمان وعدنا نرجع جامد احنا قلنا ايه اللي هيحصل بترتفع درجة حرارة الكرات ازاي ها برافو عليكم لما بتيجي نرجع الكرات المعدنية جوه البرطمان بيحصل ايه بتزيد سرعتها ايه دي اول حاجة بتزيد سرعة الجسيمات نتيجة لزيادة السرعة خدنا قبل كده في دروس الطاقة ان طاقة الحركة بتعتمد على حاجتين كتلة الجسم سرعته ايه يبقى لما سرعة الكرات او الجسيمات دي بترتفع طاقة سرعتها لما سرعتها بتزيد عفوا طاقة حركتها بتزيد فنتيجة للحركة دي بيحصل ايه ها برافو عليكم بيحصل احتكاك ما بين الكرات وبعضها ما بتتحدث تحتكي كده ببعضها وكمان احتكاك ما بينه وما بين جدار الوعاء او جدار الاناء اللي احنا بنشتغل في ايه بنعمل في التجربة نتيجة لكل الحاجات دي بترتفع درجة الحرارة يبقى انا هنا الاجابة صح ام خطأ هل طاقة الوضع لها ما كانت حلقتنا النهاردة طبعا لا يبقى الاجابة هتبقى خطأ طب مع التعليل بقى صحح للاجابة يبقى نحط خط كده تحت طاقة الوضع واشيلها وحط بدلها طاقة الحركة او الطاقة الحركية السؤال اللي معانا والاخير تزداد درجة حرارة الكرات المعدنية حينما تراجل في وعاء مغلق التجربة بتاعتنا خلي بالكوا التجربة دي مهمة جدا ليه بقى بقى ليه قولي ليه بقى بالتفصيل ليه بتزيد درجة الحرارة نرجع تاني نقول ان احنا لما بنرج الكرات وبتتحرك سرعتها بتزيد فطاقة حركتها بتزيد فالاحتكاك ما بين الكرات بيزيد فتتحول الطاقة الحركية دي او احنا لو عايزين نتكلم عنها الميكانيكية بتتحول الى ايه الى طاقة حرارية وتبقى دي الاجابة بتاعتنا نموزجية لان الطاقة الحركية للكرات المعدنية تتحول الى طاقة حرارية بسبب ايه بسبب حركة القرات واحتكاكها مع بعضها بعضا مما يؤدي رفع درجة حرارتها يبقى احنا كده نتعلم ايه نتعلم ان الاحتكاك بيحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة حرارية يبقى احنا كده يا شباب اتكلمنا النهاردة على ايه عرفت يعني ايه طاقة حرارية عرفت الفرق ما بينها وما بين درجة الحرارة وكمان عرفت ازاي ممكن احصل على طاقة حرارية بشكل بسيط قلنا عن طريق عملية او ظاهرة الايه ظاهرة الاحتكاك وبعدين اتعرفنا على كيفية انتقال الحرارة واتفقنا على قانون كده خاصة طاقة الحرارية ان انا عشان انتقل الحرارية تنتقل لازم يكون فيه جسمين مختلفين فتنتقل من الاعلى الى الاقل باذن الله في الحلقة الجاية سنة اولى هنتكلم بقى عن طرق انتقال الحرارة هي بتنتقل ازاي ما بين مثلا الجسمين او من الجسم الاعلى في الجسم الاقل احنا عرفنا خلاص الكيفية لازم واحد اعلى واحد اقل هتنتقل ازاي بقى هتمشي ازاي بقى من الجسم ده للجسم التاني ده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه في الحلقة الجاية والى اللقاء وحلقة يقديدة من مادة العلوم